وسط هدوء في الأجواء جميع المركبات تسير بالشوارع العامة وتتبع تعليمات المرور في المملكة الأردنية الهاشمية لكن فجأة ودون سابق انذار بدأت مطاردة هوليودية بين سائق مركبة ورجل أمن عام فماذا كان سبب مطاردة رجل الأمن العام للسائق؟ وما هي المفاجأة التي حدثت بعدما أنهى السائق حياة رجل الأمن بالمملكة؟ إليكم أصل القصة في صبيحة كل يوم يبدأ رجل أمن عام أردني ارتداء ملابسه الرسمية حتى يذهب إلى دائرته التي يعمل بها فتسير المرور واستقرار الأمن وسلامة المواطنين هدفه الأسماء معظم المرين من شوارع مدينة الزرقة يعلمون أن الوكيل أحمد مروان أحمد ثابت أحد مرتبات الدوريات الخارجية في الجهاز الأمن العام يؤدي واجبه على أكمل وجهه فدائما ما يقابلهم بوجه بشوش يبعث في نفوسهم الأمل سواء في بداية اليوم وحتى حين عودتهم في آخره إلى منازلهم لكن فجأة ودون سابق إنذار استيقظ سكان مدينة الزرقة بل وكل أرجاء المملكة على خبر انتهاء حياة أحمد وذلك بعد مطاردة وصفها كثيرون بأنها هوليودية تجسد مغامرات الفنان العالمي فان ديزل في أفلام سباق السرعى تواليس مذهلة حدثت للرجل الأمن العام ففجأة وهو يتفقد السيارات المرة من أمامه في دائرته بالزرقة اشتبه في سائق لشاحنة نقل فبمجرد ما أن أوقفه حتى يفحص رخصة باتت ملامح القلق تبدو واضحة على وجه السائق والشخص الذي يجلس بجواره ربما أمر يختبئ خلف ستار هذا الكشف المفاجئ على رخصة قائد السيارة فبمجرد ما إن غادر أحمد المكتب مكتشفا أن السائق عليه أحكام لابد من تنفيذها وفي خطواته للعودة إلى قائد المركبة كان السائق يضع يده على مفتاح السيارة حتى يتحرك على الفور بينما كان الرجل الأمن العام على بعض خطوات لتبدأ المطاردة الهليودية في شوارع الزرقاء لكن ربما كانت خطوات أحمد تحمل في طياتها أنه بات على مقربة من مصيره المحتوم وبأنها ستكون أنفاسه الأخيرة التي سيأخذها من الحياة فبينما يطارد السائق بالشوارع العامة فإذ بقائد المركبة يدير سيارته حتى يعود لينفذ واقعة هزت أرجاء المملكة بسبب حب المواطنين شديد لرجل الأمن العام لكن تلك المطاردة انتهت بأن أنهى هذا السائق ورفيقه حياة أحمد بعدما أجهز عليها يفر من المنطقة إلى الاختباء في البادية الشمالية حق أحمد لن يضيع زملاء رجل الأمن العام لم يتركوا حق رفيقهم حتى يأتي وفقا للأطور القانونية التي قد تأخذ وقتا أكبر بل استمروا في البحث المكثف عن هذين الرجلين بكل مناطق المملكة إلى أن عثروا عليهم في البادية الشمالية ليقدماهما إلى المحاكمة العاجلة في محكمة الجنايات الكبرى بالأردن المدعي العام بمحكمة الجنايات الكبرى بالأردن اتهم السائقين بواقعة إنهاء حياة موظف عام أثناء ممارسته الوظيفة الرسمية ويقتد الحكم على هذه الواقعة بأن يقبع خلف القطبان لمدة لا تقل عن ربع قرن من الزمان لكن يبقى رأيكم في النيل من هذين السائقين فهل سيثأر أهل أحمد منهما بعد قضاء مدتهما خلف القطبان وكيف سيكون موقفكم تجاههما حيال هذه الواقعة اشتركوا في القناة